ومعنا من لندن سيد انتصار العبادي النشطة في مجال حقوق الإنسان المشاركة في بحوث بشأن السلطانات والتشوهات الخلقية في العراق مرحوان ديكي إذن موقع كونتر بانجي الأمريكي أكشف عن تسبب الاحتلال الأمريكي بازدياد حالة الإصابة بمرض السلطان في العراق من نسبة 600% في وقت تحاول الجهات الحكومية في العراق يعني التقليل من هذه الأعداد لماذا برأيك تتقصد الحكومة التعتيم عن تلك النسبة الكبيرة السلام عليكم عليكم الدراسات كلها العالمية في أمريكا وفي إيطاليا وفي يابان وفي لندن أثبتت بأنه اتصاع حالات السلطان في جميع أنحاء العراق ومنذ 1991 حيث أثبتت الدراسات بأنه قبل اندلاع الحرب 1991 اللي هي حرب الخليج كان كل مئة ألف من الناس يعني موجود أربعين منهم يصابون بالكانسر كل مئة ألف بعد عام 1995 ازدادت النسبة إلى ثمانية في كل مئة ألف شخص وارتفعت إلى الضعف بعد عام 2005 وأصبحت 1600 بين كل مئة ألف والحالات بس الزاد في الزياد كاليا إلى أن شبهت أحد المذيعات والصحفيات البارزات في أمريكا تقول بأنه إحنا تركنا في العراق تركنا لهم أرض مستممة باليورانيوم النظب وعراق مخرب وتشوهات خلقية ومنذ عام 1991 هذا ما قالته أحد الصحفيات المشورات في أمريكا والعراق حدث وإن إحنا سويني أيضا بحوث بهذا الموضوع ونشرت عام 2010 في جريبة مهمة هي International Journal نعم مختصة بالإنفيرومينت وبعد هذه الرسيرت ولحقتها أيضا بحوث أخرى اتصلنا بالWHO وهي منظمة الصحة العالمية للتأكد من ما جاء في جميع هذه البحوث والتأكد من إزدياد حالات السرطان في جميع أنحاء العراق وكان هناك ممثل عن الحكومة العراقية وصار الاجتماع في تركيا وقد تأخر ظهور النتائج والمفروض يعني تخرج حالا النتائج بعد إثباتات جميع المنظمات على وجود هذه الحالات هم أخروها ليخرجوا بكلام بأنه حالات طبيعية وحالات موجودة هذه في جميع المنطقة وهذا طبعا غير صحيح الآن عفوا سيدة انتصار سمحتني الحكومة العراقية أخي لا تهتم بالشعب طيب 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 سيدة انتصار الموقع الأمريكي الآن كاونتر بانج كما ذكرنا أكد أن أجيالا قادمة مهددة بالسرطان بالإصابة بالسرطان في العراق يعني هل القطاع الصحي برأيك في العراق يمتلك المؤهلات لعلاج أعداد الإصابات الموجودة حاليا فضلا عن أجيال قادمة أبدا أبدا لا يوجد هناك أي قواعد أساسية بميزة للتخلص والتقليل من الإصابات والتشوهات الخلقية لنأخذ القاعدة الأساسية الأولى وهي تنظيف البيئة العراقية البيئة العراقية الآن لم نجري عليها أي تعديد أنت تشوف الآن كل المنظومات التي تأخذ التصريف الصحي هي نظام فاسد وغير مؤهل في جميع أنحاء العراق من البصرة إلى الفلوجة بالإضافة إلى بقاء بعض البقايا وهي أفضل هناك تقريب نجرة حديثا عن البقايا الموجودة من الحرب ألف وتسعمائة واحد وتسعمائة واحد وتسعمائين اللي هي بقايا الحروب يعني الآلات والسيارات أفضل هذه الحرب التي ما زالت تملأ الصحراء وهذه ما زالت تشتر بذرات اليورانيوم التي تنشرها إلى جميع محسنها إذا لم يكن الشخص تنتشر عن طريق الهواء فإن حكومة هذه بالنسبة إلى البيئة نرجع إلى الصحة الحكومة العراقية إذا أتها تسأل أي شخص عراقي الآن موجود في داخل العراق أبسط الأمراض الشخص الآن يذهب إلى الصيدليات ليجلب الدواء أو حقن الدواء حتى يتعالج به الوضع السيء في الصحة والحكمة العراقية غير مهتمة بالشعب العراقي الآن سيدة انتصار البحرية الأمريكية أكدت استخدام وزارة الدفاع الأمريكية أسلحة محرمة اختبرتها لأول مرة على الشعب العراقي في حرب الخليجي الأولى في عام 91 و900 و1000 ألا يعد هذا اعترافاً يستوجب التحرك الدولي وحتى قضائياً ضد أمريكا هناك عدة تقارير تحت يدي وقاموا حقوقيين هنا في بريطانيا وأيضاً مستطاع كتبوا حتى إلى وزارة الدفاع البريطانية عن استخدام بعض الأسلحة استخدام جميع الأسلحة في العراق واستعمل للعراق كشون نقول بأنه فأر حتى يطبقون على كل تجاربهم اللي استخدموها بالحروب سابقايا النابريوم اللي استعملوه في فيتنام أيضاً استعملوه في العراق بحروفنا أثبتت بأنه نوع جديد من الأسلحة يسموه الرجل يورانيوم اللي هو وجدناه في بقايا الشعر موضوع استخلصنا المادة وكانت مادة غريبة لما أرسلناها إلى ألمانيا أثبتت بأنه هذا موضب في تتورانيوم وإنه يعني مو المنظب وإنه ماليورانيوم نفسه بس هم دائماً إذا تسأل المسؤولين هم يعني يقللوك من شأن هذه ويقولون هاي أسلحة غير مضرة وغير مجدية ومتأثر على الصحة العالمية بينما في بريطانيا إذا شخص إذا شخص دخن في مجتمع أو في باس لازم يأخذون مننا غرامة ألف طاول ألف طاول لأنه يؤثر على صحة الموجودين في الباس إذا دخن في باس ده تشوف نعم سيدة الحكومة العراقية لا تطالب بمئات الجرائم اللي حدثت في العراق نعم سيدة ولكن بريطانيين يحاسبون شخص يأخذون مننا غرامة هذا دخن في باس وأثر على الفاقر أشكرك من لندن سيدة انتصال العبادي الناشطة في مجال حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر